مساء الرضا كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين اليوم قبت لكم وصفات عملناها في لايف في التيك توك طبعاً هذه الفيديوهات كامل أو الوصفات هي مفروض أرفعها لكم في الأسبوع اللي فات بس عشان أنا كده عشان ظروف صحية ما قداش أرفعها فرفعت في هذا الأسبوع طبعاً أول حاجة عملناها اللي هو كعك التمر بالسمسم موجودة طريقته وكل الوصفات اللي عملته موجودة طريقته في اليوتيوب وكمان بحط لكم الروابط في صندوق الوصف أول حاجة تشوفوا فصينا التمر أنا بعطيكم نصايح إذا بتعملوا كعك التمر بالسمسم أو معمول لا تشتروش التمر للقاهز لا أنتم قبوا التمر وفصوا خرقوا النواة منه وضفوا له سمنة وهيل وأي ملكات تحبوها وعقنوا هذا يتحصلوا على حشوة جداً لذيدة وأبداً ما تكونش قاسية ولا تقصي أنا أفضل كده لا تستخدموش التمر يعني القاهز أنتم خدوا تمر وأنتم فصوا واختروا نوعية كل ما اخترتوا نوعية تمر حلوة كل ما أعطاكم حشوة لذيدة بعد كده عملت العقينة وحطاته في التلاجة على بال ما بدأ أشكل التمر يعني الشكل اللي أنتم بتعملوا سواء كان دائري أو مثلي أنا بعملوا مثل النص الهلال أو مثل السمبوسة هذي أفضل يعني شكل أني أعملوا بكعك التمر بالسمسم كمان أنكم تشكلوا التمر يفضل بالتحضير المسبق يعني يكون أسرع لكم في الشغل لما تشكلوا التمر قبل بعد كده فردت العقينة على ورق زبدة أو تفردوها عادي يعني هي ما تتلصقش بس أني تعود أني فردها على ورق زبدة بعد كده حطت الحشوة عليها وبدأت أقفلها شوفوا كيف أطبقها كأني بسوي عاقينة سمبوسة البيف كده شوفوا نفس كده ممكن تعملوها مثل الأصابع بس خلاص أني تعودت كده وهذه كانت رزقة لي شوفوا اللي حابين يبوعوا ويعملوا لهم مشروع لا تفوتوش هذه الوصفة جدا مربحة وصراحة يعني كانت رزق لي وكنت دايما أعمله وكنت أبيع يعني وهنا شوفوا بعد ما خلاص قهازتي تماما فبدأ أدهنة ببياض بيض بياض بيض ولا مش حليب ولا شي بياض بيض أفصل الصفار عن البياض ودهنة ببياض البيض وبعد كده أرشله سمسم لا تحاولوش أنكم ترشو حبة البركة إذا أنتم تحبوها قربوها بحبة البركة أو سمسم حبة البركة بس هي كعكة تمر بالسمسم خلاص دخلت على فرن حار حرارة مسبقة تسخين على حرارة 180 أول ما تشقر من تحت أفتح لي شوية من فوق تشقر بعد كده تكون قاهزة تأخذ 10 دقائق بالفرن إذا طولت 10 دقيقة بس 10 دقائق وتكون قاهزة وخلو دايما عينكم على الفرن لتحرق الكعك بسرعة يستويوا المعمول بعد كده خلوها تبرد تماما ما تعرفوش أنه كيف هشة ولذيدة والله يا بنات حبة ورا حبة تأكلوه يعني ما فيش أحد داقة وما تقننش على هذا الكعك من قيد قربوه لذيذ جدا طبعا شوفوا اللي حاب يفتح مشروع أنا أعطتكم فكرة بتشوفوها بعد ما يبرد تماما ممكن تغلفوها بهذه تقيقة كياس ممكن 100 حبة تكون بريال حاجة روعة تغلفوها ممكن تبعوه زي كده أو ممكن حتى في التقديم كل واحد يعني ياخد كده قرطاس وفي حبتين وهي صغيرة أو ممكن تخلوه الحجم كبير شوية تحطوه حبة جدا حلوة في التقديم وطبعا من البيض طبعا نحنا عملنا فصلنا البياض عن البيض صح؟ مرميناش صفار البيض ولا بياض البيض عملنا لنا مطبق أو مطبقية حاجة روعة حطت لبصل أخضر وموجودة طريقة وبحط لكم ياتب صندوق الوصف والله بتاكلوا ألد مطبقية سهلة وسريعة نحنا في اليمن المطبق عندنا حاجة تانية اللي هو المدربش أو زل قيمات المالحة لكن المطبق عندنا القصد المطبقية هي هذه اللي بالبيض اللي خبز بالبيض فالاسم عندنا قليل مختلف لكن في السعودية يسمو المطبقية يسموها مطبق تمام لكن في عدن صراحة مختلف الأسم في اليمن وبس والله تاكلوا ألد قالت لكم مطبقية أو مطبق حاجة جدا روعة كده مع عصرة ليمون بالخبز بالعيش يعني ما فيش داعيت خلاص تخبزوا ولا شيء طبعا الخبز هذا أنا عملته في البيت أنتم عارفين الفيديو موجود تبع العيش أو الخبز وبس والله كده مع قلاص شاهي حمر على الكيف والله بعد كده تاني يوم عملنا إيش عملنا ستريبس الدقاج أو زي ما يقولوا زينجر الدقاج حاجة روعة جدا وطريقته كمان موجودة عملت لكم ياه بكل شيء من الخبز من الزينجر عملت لكم الطريقة كامل فيديو وفلوك كامل كيف تعملوا هذا الشيء اللذيذ إذا انتم شايفين كيف الدقاج كأنكم تقبوا من برا حتى في لايب التوك توك كانوا يفكروني أني قاهز يعني قبته فروزا كده بمفرزا هذه الأكياس القاهزة وعلى طول قليته لكن اللي تابعني من قبل ونحنا نعمل الطريقة لا شاف أنه فعلا نحنا عملناه في البيت وألد كتير من اللي تشتروا من برا يعني تعرفوا إش فيه الدقاج حقكم لذيذ جدا وسهل جدا ما يحتاجش يعني فلسفة ووصفة يعني حاجة كتيرة لا بيجد تاكلوا ألد ألد من اللي يتاكل برا شوفوا كيف بس ما شاء الله شوفوا كيف أنتم شايفين القمال هذا عملناه في لايف في التك توك وموجودة طريقته في اليوتيوب وبحط لكم الوصفة كمان طبعا أنا عملتوا عشاء وما كانش عندي أي أشياء ما كانش عندي مخلل ما كانش عندي ثومية يعني غير بطاطس ومايونيز وشطوا وكتشب يعني عملتوا هذه خلط شوفوا مايونيز وشطوا وكتشب خلطوهم مع بعض عرفتم شوية قبنا سائلة عشان عمل صوس يعني مختلف فأنتم اخترعوا وبدعوا أنتم ما شاء الله ستات البيوت أنتم ما شاء الله عليكم نبدأ القود من الموجود نعمل ونحاول نبدأ من اللي معانا اللي متوفر معانا في بيوتنا نحاول نطلع منه أحسن الأشياء وأحسن الطبخات باين علي أكلته قبل ما عمله بالسندويتشات شوفوا كيف من اللداذة والله من اللداذة والقرمشة طبعا هذا الخبز اللي أنا أعمله وطريقته موجودة شوفوا ما شاء الله كيف هذا عملته قبل يومين أو ثلاثة أيام وهنا قلت استشيرهم كيف أقطعوها الألف مثل الرول كده أو أعملوه مثل القيب زي كده قالوا لي خلاص زي القيب كده قصة النصين وأحشي السندويتش وماشاء الله حشيته أول شي دهنته بالمايونيز طبعا أنتم تقدروا تدهنوا بأي شي أني أفضلت ثومية وكده يعني أعمل صوصات فحطت أني فقط المايونيز وحطيت عليه الزينجار أو الاستريبس الدقاج وبدأت أحط البطاطس وشطو كتشب والحمد لله يعني وخلاص هذا كان العشاء يعني عملت كده كم سندويتش وتعشو الحمد لله مع كوب كده عصير وتقريبا الاستريبس وديه المقليات أكتر الأولاد يحبوها هذا الشي متفق برغر أي كده أشياء حاجات كده مقليات وبطاطس وستريبس زينجار يحبوها مستحيل يقولون كم لا ما مناكلش يعني هذه الوصفة شوفوا لا تفوتوها قربوها على طريقتي وقلت لكم بحط لكم الوصفة كاملة الفيديو الرابط بصندوق الوصف انتم بس اضغطوا على صندوق الوصف يعني الرابطة ويدخلكم على طول على الفيديو والآن بقول لكم إذا وصلتوا إلى هنا بالفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنت حل منكم تمام إذا أنتم الآن تشوفوا اخرقوا وعملوا لي لايك تمام ولا تنسوا تشاركوا الفيديو مع أصحابكم وأهلكم عشان ترتفع القناة ويلا نشوف اليوم الثالث ايش عملنا اليوم الثالث عملت لهم عقينة البيتزا البيتزا الكبيرة طبعا البيتزا سهلة وسريعة وعملنا كمان صلصة البيتزا بطريقة سهلة وسريعة وحلوة والله وعملنا ألد بيتزا شايفين كيف العقينة مطاطية هذا الصح اللي لازم نوصل له بقول لكم كمان إن شاء الله طريقة البيتزا مش موجودة طريقتها في اليوتيوب موجودة الميني الصغيرة لكن الكبيرة هادي مش موجودة إن شاء الله إذا تحبوني أن أزل لكم إياها في فيديو أصور لكم القبنة قل إيش عندي قبنة زايدة فقلت يلا خليني أحشي أطرافة نخليها رتشي كده حلو بعد كده حطت الصلصة وحطت عليها القبنة المرزرين لا شوفوا بعد الصلصة ما تحطوه تحطوا القبنة المرزرين له وهنا عندي كانت قبنة حق البرقر القبنة تبع البرقر للشرائح حطيته حطت فيلفل كل الخضار اللي عندي في التلاقة حطيته فيلفل رومي وكمان بصل شرائح حطت فيلفل حار أحمر فيلفل حار أخضر كمان شوفوا كيف الإبداع حطت كل شي خليت سبايسي بس كان صراحة طعمه رهيب وأكد عندي الزيتون حطيت كمان الزيتون وآخر شي إيش حطيت يا رهودة إيش حطيت لا وآخر شي دخلناها الفرن دخلناها الفرن طلعناها ما شاء الله إيش أقول لكم قوامة كانت رهيبة ولذيدة والله ما فيش أحلى من بيزات البيت لا حد يقول لي بيزات برع بيزات مدرمين بيزات البيت اللي أعلى عليها بس أهم شي تعرفوا تضبطوها يعني تمام تمام تضبطوها تحمير قرمشة لدادة نكهة كل شي حلوي كفي إني من يدكم هذا أهم حاجة صح ولا لا أهم شي إني من يدكم شوفوا بس البيزة وإن شاء الله بعمله معاكم بعد كده اللي هو يوم القمعة يوم القمعة لازم يكون إيش الطبق كده يكون في أهل قايين أو أنتم رايحين أنا أحد يوم القمعة عندنا يكون الطبقة مميزة صح ولا لا وتكون كده ثقيلة دايما أكتر البيوت كده واكتبوا لي أنتم يوم القمعة إيش دايما يكون في بعضهم يحبوا الشياء الخفيفة يعني نحنا لازم نعمل الرز الحضرمي سمك التنور أو صيادية أو نعمل زربيان وعملت لهم رز حضرمي وعملت لهم سمك بالتنور وبسباس طبعا ودلعتهم بالليمون أو نحنا نسميه الليم بعدا نقول له الليم برد برد يا عطشان أحلى الليم بيشربوه كانوا صح ولا لا أحلى الليم الليم حق عدن لا أريد يقول لي أي الليم الليم حق عدن مميز كده يحط لكم إياه بقورة الشملان ونحنا أحسن من دل القلاصات أو الأكواب قورة الشملان بس نحنا دلعناهم رجع لي سمك التنور أي سمك متوفر حطوق طبعا عندي سمك السلمون لأنه قطعكم أشتري حوتة كبيرة وخلي قطع لي أو صال زي كده وخلاص دخلناها كده التنور كده تشتوين يا سلام يا سلام طريقته موجودة وبحط لكم الرابط في صندوق الوصب قربوها جدا لديدة دايما تسألوني إيش هده نوع الرز نوع الرز باسمتي عمبر رز هندي مكتوب عليه يكون عمبر أو بشاور مكتوب يكون عليه يعني شوفوا أنواع الرز اللي مكتوب عليها عمبر أو مكتوب عليه بشاور خدوه هو يكون طويل للحبة ورفيع يكون يقارب الرز اللي في عدن زي الفائق شاهين زي كده اللي نستخدمه في الزربيان فهذا يعني الرز حلو يكون فقالت لكم أنا أستخدم عمبر ولازم تشوفوا المصدقية مش بس باليوتيوب وحرق يدي كمان في التوك توك المصدقية حندي وما شاء الله شايفين الرز تبارك الرحمن الله ما صلي على محمد حبة بحبة عليها وضع الله السلام شوفوا كيف الرز وهنا كده حطت الرز لأني ده قلس تغرف على من العقبة من العقبة خلص بكرة تغريف الرز وحطت هنا ما شاء الله التنور ما شاء الله السمك خرق وحطتوا على الرز وكمان زي أنتو شوفوا هنا عندي بسباس أعملت إيش نحنا نسميه صحاوق بعضهم يقولوا شتني شوفوا الشتني قالت لكم هو الأخضر والصحاوق هو الأحمر وحطت عليه شرايح بصل وشرايح ليمون للي يحب زيادة ليمون على السمك وما شاء الله كان هذا غدا القمعة بالعافية ليو لكم إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكوميز حال منكم